الفن يكون معجون بحب الرياضة بينتج عندها أعمال فنية جميلة جداً إحنا النهاردة بنورانا في أولى فخراتنا الحوارية فنانة ورسامة موهوبة بتعبر عن محبتها ومشاعرها بالرسم وتحديداً محبتها ومشاعرها تجاه النادي الأهلي إحنا النهاردة بنورانا الأستاذة والفنانة ألاء شرارة يا صباح الفل عليك أهلاً بيك أهلاً بيك يا ألاء وكنا مبسوطين جداً أنا وكريم لما عرفنا أنك معانا وعشان قالولنا قديه أنت بتحبي النادي الأهلي كمان وبتعبري عن ده من خلال الشغل بتاعك وكان ليكي مقابلة كمان مع كابتر محمود الخطيب هتحكيرنا عن كواليسة وكل حاجة بس خلينا في البداية برضو نعرف أستاذة المشاهدين عنك أكتر وإمتى بتديتي ترسمي ودرستك أصلاً ليه علاقة بالرسمة أو لا؟ أنا اسمي ألاء شرارة أنا خريد كلية أداب بقسم فلسفة جامعة القاهرة بدأت مشواري في الفن الده في 2017 آخر 2017 ومستمرة في لحد الأين هي موهبة أنا ما أخدتش كورسات أو أي حاجة هي هوية وموهبة بس حاولت عملت أغذية بصرية كثير وأطور فيها لحد ما كل خطوة يكون لها تطوير مختلفة اكتشفتي وجود الموهبة دي متأخر نسبياً ولا أصلاً أنت ممكن مثلاً تختاري أنك تدريسي الفنون جميلة أو يعني تبقى هي كمان دراستك هو أنا من الزمان بحب الفنون بس طبعاً التنسيء والجامعة بس طبعاً تبقى مختلفة خالص بس طبعاً ما أقفتش يعني بعد بعد ما خلصت يعني بعد ما تخرجت فوراً ابتدت بقى في حاجة أنا بحبها أو لا فتنت انتباهي يعني وعمل حاجات جميلة طبعاً ده جانب بسيط من شغلك بس ما أشعر عليك بحاجة حلوة بسي جداً شكراً طيب احكي لنا أنت ابتدتي 2017 بعد كده بقى ابتدت الموضوع التطور معاك إزاي أنا ابتدت 2017 بس أنا كنت بقلد صور عادية بس جات بقى خطوة لأ لازم أعمل تصاميم خاصة بي ولازم تكون حاجة ليا بقى اللاين بتاع فابتدت بقى حاول أبتكر شوية ودخلت تصاميم جديدة في الفن وإيه بقى لو تحكيلنا لأن دي نفس كده دي تريباً بالورق هو كل الشغل بالورق هو الفن اسمه كولينك بيبر أرت هو عبارة عن شريح ورق بتتبرم وبتتشكل بالإيد وبتتلازق بس بتبقى عملتها مثلاً محددة الرسمة نفسها بالزبط آه بيبقى في تحديد الرسمة في مطروم لها وبيبتدي بقى مشي عليها بصي مو كان تحطي بقى تمسيكي بس اللي هي بتاعت أيوة إنيفرتيتي ولو نعرف نجيب عليها كلوس يا جماعة ياريت عشان الناس بردو تبقى شايفاها بشكل واضح بس جميلة قوي قوي لألوان التيها جميلة حيّة بصي بقى التفاصيل تبين مع الكلوس أنا الحمد لله كنت أول وحدة عملت اللاين فرعوني بالفن ده يعني كان الشغل عملت نيفرتيتي وتوت عان خاامون وكثير قوي الشغل المصري القديم هاتي ناحية الشمال شوية ألا لا الشمال عكس كده ايوة حسن بس سيد الكاميرا دعب تجابها في شكل مرضي لا يعني قذلك لو تظلت لديك لا مشكلة مش مشكلة ايوة اشرحي لنا اتفضلي هي عبارة عن لفات ورق كلها وفيه ألوان معينة من كانتش موجودة في مصر فأنا اضطريت عملها على إيدي أسبوغها على إيدي بعد الشغل يعني مثلا لون الدهبي ده أنا عملت كله على إيدي يعني متلون ورق ورق والمثلسات دي كلها حجم واحد تمام يعني بتتعامل بتتبرموا بتتعامل كلها حجم واحد عشان تدي تكنيك حلو في شغل أو شغل متساوية نوع ما ومريح للنظر حلو قوي لو الباكراوند انت باختراه لونه حلو مع الألوان قصلا حلو جدا عميت نجاهز للتعليق بقى بالزبط بتتبيعي الحاجات دي ولا ده بتحطيها عندك في البيت لا لا أو بنزل بيها معارض بتتبيع وعندك صفحة مثلا بالزبط اه عملت شغل هاي شكرا شكرا كما رأيكم بقول من شوية يعني فكرة التعبير عن المشاعر بالرسم ممكن تبقى تعبير عن المشاعر ممكن تبقى عارفة عارفة التعبير الدارج اللي هو بتاع الواحد يفش خلقه في حاجة انتي بتعمليها بقى بشكل عملي وفي صورة فن جزا فعلا الفنان ساعت ممكن حتى لو هو بيمر بدروبات نفسية يعالج نفسه بالرسم هو فيه طبعا علاج بالفن بكل أنواع وفيه علاج بالفن بالموسيقى بالرسم بكل أنواع الفنون فيه علاج بالفن دي حاجة منتشرة يعني منتشرة جامد فيه دراسات ليها كتير يعني فيعني يعني هو بقى بس كل واحد بيختلف بقى في الطباعة فيه حد بيحب الرسم في حد بيحب النحت في خلينا بتك انتي شخص يا ونتي بتحب الرسم ايو انا رسمي واختلف شوية هو بالورق فأنا ببزن مجهود شوية عن يعني طبعا كل فنان لي مجهوده كل فنان لي طاقته بس أنا بيبقى رسمي عبارة عن رسم ورق مش رسم بالورق أو الألم وكل حاجة بترسميها بتبقى مشروع محتمل انت شغال عليه ولا ممكن بتتعامل مع البترسمي دي على تور انه هو متنفس هو كده وكده ساعات كده ساعات ببقى مثلا زهقانة وفي مال أفاق أعم أشتغل في أي حاجة تفصلني شوية عن الدنيا بقى كلها كنا بقى قابلت كابتر محمود الخطيب واللي حصل والكواليس أنا كنت عام نتابلول أهلي من السنة اللي فاتت كنت خلصت ه شهر عشرة تقريبا لكذا هو عشر نجوم بس ونش وقت طبعا طبعا أخذت حوالي ثلاث شهور وشوية كده هو ده أكبر عمل فني ليا من ساعة ما بدأت الشغلي وهو يعتبر الشعار الأول والوحيد في مصر والعالم كله المعمول بالفن ده وبالحجم ده فهو كان أكبر حجم هل تمكن تروح نزودي النجمة إن شاء الله في الـ 12 هنزودي نزودي كان وعد لهم إن شاء الله في الـ 12 هنزودي النجمويتين مع بعض وليس كافي بس يا كريم والله هاي كافي هاي كافي هاي دي مشكلة إن إحنا كتير قوي فمش عارفين هل حط فين ولا فين فقال قالك كيف بك تتنهي بيبو أهو طبعا أنا من شهر عشر بحاول أوصل لنادي حد ما حصلت صدفة يعني كل حاجة بوقتها تبقى حاجة أنا معتقداء فروحت له النادي هو منبهر جدا بي لو معرف مثلا التابلوب يحتوي على فوق 1200 شريحة ورق فكان منبهر جدا بي وأنه ده نوع فن جديد وغريب شوية وأنه فعلا يعني أكبر حاجة أنا عملتها في شغلي لحد الوقت ويعتبر هو الشعر ندي الأهلي الوحيد اللي بفن نلف الورق في المصر وفي العالم العربي موجود في النادي وموجود في التهيئة لي على ما أعتقد أنه في غرفة الإدارة في النادي الأهلي حيث 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 مخططة نفسك مفكارة في المستقبل كيف مستقبل مستقبل هو أن الوحيد يحاول يعمل على قد ما يقدر وعشان يوصل لنتيجة هو نوعا ما رضي عنها أنت تعملي حاجة تانية غير الفن يعني هل تليكي مثلا موظيفة أنا أنا كنت مركزة في الفن فقط وشاركت في معارض كتير تبع الدولة وأكتر تبع وزارة السياحة والأثار بنزل المتاحف بالشغل وبعمل ورش عمل وكذا بس أنا طبعا طموحي أعلى من كده في شوية نسي يكون عالمي مصري مش مصري فقط يعني خطوات أي خطوات لده ولا لسه بتفكري الخطوة يعني الخطوة كبيرة وطويلة فالواحد محتاج وقته عشان ياخد الاستعداد القوي لها يتصدر حاجة زي دي أو يمثل مثلا مصر برا في معارض وقت خلي بالك أنت بتقولي حاجة مايكي ثلاث شهور عمل عمل ثلاث شهور يعني أنت كم عمل لحد عملا من 2017 لأ كتير أنا عملت طبعا من 2017 عملت بقى عملت في طبع فرعوني في طبع مصري اللي هو العادي كلاسيك فيه يعني كذا طبع طبع شغالة على نفسك بشكل فردي ولا ممكن مثلا يبقى فيه تعاون ما ما بينك وما بين مثلا وزارة الثقافة مثلا أو أي جهات معنية بالفنون بشكل عام أنا إلى الآن بشكل فردي بس هذا طبعا يكون شرف لي أن أنا بتعاون مع وزارة المثقافة أو حاجة من حاجات الموسوق فيها يعني بس إلى الآن أنا بشكل فردي عملت كم معرض ولم عملتي لسه أنا اشتركت في معرض لكن معرض باسمي كمعرض خاص هي ما حصلت شي صدفة في المتحف القبطي وكنت يعني نزل المعرض في احتفالية ليهم كان المعرض كان باسمي أنا بلوحد شرف عبورة عن التواصيل التواصيل من حوتين بعجنة الورق وعليهم الريش بتاعهم ده هي أسقوصة أسقوصة بالورق متأسقوصة ومتأسقوصة والباكراوند طبعا نهان ميت والشغل بقى كله هذا هانيمون كده تحسينها هانيمون جدا هانيمون جدا حاج رومانسي عبوبا بتختاري ترسمي بنائل على يعني بتقرر انا مشيت فترة كان فيه تريند جدا السوء الافريقي كانت طلع تريند جدا السوء الافريقي كانت طلع تريند جدا فعملت تصاميم خاصة الافريقي بس أنا مش بمشي تابع التريند والحاجات يعني اللي أنا حسن بعمل اللي أنا شايفها هعرف عملها وانفزها الله بزي حلو جميل قوي قوي برافا حلوة جدا الله لا تحفظ يا شغلك الحلو يا علاق بس انت تصغري اللوجو بتاك شوية شوية بالظبط وبناتي قوي يعني كيوت تينك بقى ومشي حاجات كده حاول تصغري معش لو حد عايز يعلق او نشتري بس كل شغل الجميل حلوة قوي قوي يا كريم وتفاصيل الوش ملامح ميك من الفنانيين الفاري كانك درستي يعني كانك درستي فعلا عملت بقى الفراعوني كان حورس ونفرتيتي في منها نسخة تانية وفي ازاي الفراعوني نفسه مش مالك نفسه وتطعا خامود تقولي انت مش من محب الترند اوي مش بتشتغلي بناء عليه او مجابه لكن في نفس الوقت بعيدا عن الترند السوشيال ميديا ممكن كنت بقى بشكل عام مفيدة جدا بالنسبالك في التعريف بيك وبشغلك في التسويق لأعمالك في فكرة ان انت تتواصلي مع معارض دولية الدنيا دلوقتي بقت اسهل بكتير فهيات الإطار معينة بتتميلي بتتواصلي من خلالها مع الجهات المعنية بالفنون المعارض الفنية المختلفة بتعملي كده هو حاليا بعمل كده داخل مصر لكن خارج مصر لسه مأخدتش الخطوة شاركت في معارض تراصنا طبعا وأكبر معارض حرف يدوية في شرق الأوسط بفتح ووسيات الرئيس بنفسه شاركت في معارض البازار ده كان تبع جهاز تنميته مشروعات طبعا بقى المعارض في معارض خاصة يعني عملتها يعني نزلت فيها تبعها والمعارض بقى لها تبقى وزارة السيحة والأثار لعلمك الحاجات اللي برضو ليه علاقة بالديكورات والحاجات دي برضو ممكن شغلك يبقى أكيد هو الانتشار عموما بيبقى عن طريق سوشال ميديا في أي حاجة دلوقتي احنا شغلنا كل سوشال ميديا سواء بقى أي منصة من المنصات بنحاول ننتشر وننشر الشغلة على أي جروب أو أي بيجيس بيبترى موجودة فبنحاول من بيشجعك من عندك من البيت طبعا طبعا والدي والدتي هم الأساس في اختيارهم معي ومساندتهم لي وأختي طبعا والأهل والأصدقاء وفي ناس كمال أنا معرفوش على السوشال ميديا بيقولول الكلام بيشدر أه بالضبط هم حد من البيت برضو فنان أو طالنت احنا كل عيلة فنان كل عيلة فنية كل عيلة تشتغل هنميد كلهم في الرسم بس لا أنا والدي أخشايبول بيصمملي التابلوهات على إيده وأختي ووالدتي تطريز أه لا الحمد لله العيلة من زمان قوي دائما مشروعات الأسر المنتجة الزبط على المناسبة أنت كمان ممكن حرجع بيك تاني مرضو تفصيلة الانلاين أنت ممكن تسوائي فعلا شغرك من خلاله حتى خارج مصر بالاتفاق مع يعني معين أو شركات نقل تبعاتي يعني أنت ممكن حد في نيوزيلندا يشتري منك طبعا يشتروا أو يبقى فيش إحنا خارجي موجود متوفر في دول العربية بالزبط في دول العربية أو دول أجنبية بيبقى فيش إحنا شركات بنتفق معها شايبينج عشان تنقلنا الشغل بتاعنا فإن الحمد لله ممكن برضو اللاين الفارعوني بتاعك تعمليه في الأماكن السياحية يعني لو تكلمتي محد في الأماكن السياحية يعني ممكن تعمليهم زي كامبين لعلقة أنا كنت بنزل شراء المعز لأن تبع متحف النسيج قبل ما يتقفل كان بيبقى مطلوب الشغل الفارعوني جدا وفي المتاحف الحضارة ومتاحف الإسلامي وغير المتاحف المتاحف اللاين نحواند فعلا مهم كل الفنادق تقريبا بيبقى بزرات جوه بالضبط فعلا مجال لعرض المزيد من أعمالك حلوة بالضبط أنت عملت أيها أعمال مختلفة كتابات نحوان 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 طبعا الخط والكتابة أسهل شوية من الشخص بالضبط أسهل شوية مثلا الفارعوني لأن بيبقى حجمه معين لازم أمشي عليه التلوين معين لو في حاجة بتتلون التوز ده خد وقت غير طبيعي في الجسم البادي بتاعه بس بعيدا عن الشغل الحوالي بالبادي بتاعه أخد وقت كبير جدا أنا كانت أول تجربة لأن أنا أنحط أساسا حاجة بماتيريا اللي بحاولها تكون متوفرة عندي فده كان أخد وقت مع شغلك مثلك والله بحاول في الوك أند والأجازات أستغل لها في الشغل بتاعي حاول لكن لو في حاجة معينة أستغل لها أستغل الوقت ده في أن أنا أنجزها أنت بتشتغلي في مجال إيه أنا في التدريس في التدريس الزبتك هذا التدريس أريد الصبر وأنت باين عليك أفعين فعفا هيا أنت عاملة حاجة حلو قوي قابلة للتطوير كمان أنا بحاول أحط في كل حتى لو اتعامل الطلب من مرتين يبقى مختلف أو ما عرفش أقرر الحاجة مرتين بحاول يكون في حاجة زيادة حاجة أنا شايف ها تطور دي الخطوات هدي أعرف أنت عندك حاجات مريحة للأعصاب أنا بحب موظو طبعية جدا ألوانك يجري بس أنا أحب قبل ما نختم نفسي إن شاء الله أنا شايف أنت ماشاء الله جيد جدا نفسي ألأ لما تيجي تنورنا مرة تانية بعد ست الشهور بعد السنة يبقى فيه فرق كبير ويبقى موضوع المبيعات زادت هتشتغلي على ده وعندك بلان لده أكيد إن شاء الله لماذا لما تيجي دعوتين لكم معرضها الجديد أو في مصر يلي مصري بيعمل شغل ويمسي لك بره وينجح ده كلنا بني بسعادة إن شاء الله الخطوة جاية بإذن الله ساعدنا جدا بوجودك أنا أسعد نسيجد اللهم أمين شكرا جدا من النماذج المصرية الجميلة حقيقة تستحقي كل النجاح بإذن الله هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم للفقرة الثاني أخليكم معا